اهلا بكم احبائي المشاهدين في تسلسل رائع في انجيل البشير يوحنى وبنشوف المسيح يبرز شخصيته هويته ارساليته بنتأمل في عدة حلقات في المسيح في انجيل يوحنى وصلنا الاصحاح اربعة في حديث الرب الشهير مع امرأة سامرية شفنا في الحلقات الماضية ان الرب كشف لها عن حقيقة هو اللي بيوفر الماء الحي الحقيقي بمعنى روحي انه هو بيوفر الحياة الابدية اللي بتروي عطش الانسان لعلاقة صحيحة مع الله استرسل الرب معها في الحديث عن موضوع العبادة الحقيقية العبادة اللي طالبها الله عبادة الروح والحق وهنفهم اكتر في الايات اللي جاية في حديثه معها ازاي الرب بيفك المعاني دي اكتر بنشوف هنا احبائي في حوار الرب مع السامرية في يوحنى اصحاح اربعة عند بقر سخار بنشوف في حديث الرب معها بيكشف لها عن بعض الحقائق اللي كانت بتجهلها عن عملة السجود المطلوبة عند الله طبعا هي راحت بفكرها للعبادة المادية الحرفية الجغرافية المرتبطة بزمان وبمكان حسب التقليد اليهودي لكن المسيح للمجد وضح لها ان العبادة المرضية عند الله مش عبر مقام معين او مكان معين او وضع معين جغرافي او فيزيكال يعني حرفي لكن السجود الحقيقي اللي طلبه الله هو سجود القلب من خلال العلاقة مع الابن بالروح القدس وعبادة تكون من كل القلب لازم تكون عبادة الروح والحق من كل القلب مش من مظاهر خارجية لكن بشيء فعلا داخلي باخلاص وكمان في نقطة مهمة تانية هي ان الروح القدس اللي بيتكلم عنه هنا المسيح في آية 23 بالتحديد هو اللي بيساعدنا على العبادة الصحيحة المرضية عند الله الاب وهو كمان بيصلي من اجلنا زي ما بيقول الوحي في روميا 28 بيعلمنا اقوال المسيح بيصلي فينا بيعين ضعفاتنا بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها وطبعا المسيح قال في يحنة 14 انه ذاك يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم عن الروح القدس وكمان في اشياء وامور كتير بيعين الروح القدس عليها كأولاد الله ولما بيقول المسيح عبارة انه الخلاص هو من اليهود في آية 24 هنا اللي قرناها كان بيوضح انه في شخصه هو كإنسان بحسب النسل اليهودي لكن كالله بحسب أزالية لاهوته بتتذكروا يا حبائي الوعد اللي الرب تكلم به لإبراهيم في تكوين 12 لما قال الرب انه في نسلك حتى تبارك جميع قبائل الأرض وبيوضح الرسول بولس وبيشرح لنا في غلطة ثلاثة انه ليس عن أنسال كثيرة لكن نسل الواحد الواحد اللي هو المسيح الوحيد الرب هي حق النبوة دي زي ما قال في النبوة اللي قالها في غلطة ثلاثة زي ما قلت كان أنبياء العهد القديم بيدعوا اليهود دائما انهم يكونوا نور للأمم والعالم المحيط بيهم وأنهم يجذبوا الناس لمعرفة الله وكمان الأنبياء تنبأوا بمجيء المسيح المخلص اللي هيخلص العالم كله بداية من إسرائيل مهد ميلاده وانطلاقا لكل الأرض فكانت السامرية بتعرف الحاجات دي نوعا ما وكانت هي مع كل أهل بيتها وأهل بلدها بينتظروا المسيح زيهم زي كل اليهود وبيسمعوا عنه جيل وراجيل وما كانتش بتعرف أن اللي بيتكلم معها هو وهو ده اللي اتحققت فيه النبوات المنتظرين ومن سنين وسنين وفي ختام القصة بنشوف إزاي المرأة السامرية دي جرت لأهل بلدها علشان تشركهم معها في الاختبار الرائع ده والاكتشاف العظيم الثمين اللي اكتشفته ومن اللافت أنه رغم صمعتها البطالة المش حلوة في وسط الناس لكنها الناس تجاوبوا معها على فكرة يعني لبوا الدعوة بتاعتها لما قالت لهم تعالوا شوفوا إنسان قال ليه كل ما فعل فجوم عنده وخرجوا للقاء المسيح بيقول الكتاب وهنا عايز أقول أحبايا أنه يمكن أحيانا بتكون بنكون خجلانين من خطيان الماضية ومش قادرين نتكلم مع الناس خصوصا اللي بيعرفون أو بيعرفوا ماضينا كويس لكن خلينا نتذكر زي الست دي أن قوة المسيح اللي غيرتنا تقدر كمان تعطينا الشجاعة والجراءة أننا نتكلم مع الناس عن التغيير اللي أجراه الرب في حياتنا ما نتكسفش صحيح ماضينا كان مؤلم ومشين لكن الرب حقق التغيير فده يدينا تشجيع ولما نشوف الناس التغيير فينا التغيير اللي حصل فينا في حياتنا أكيد ده هيثير الفضول عندهم والتساؤلات عشان يعرفوا هم كمان واختبروا مصدر التغيير اللي يتحقق فينا فاستغل الفرصة صديقي أخوي وأختي عشان عشان تعرفهم بالمسيح عشان يختبروا هم أيضا قوة تحريره وقوة شفاءه وقوة تطهيره لخطيانة حباقي حوالينا في حصاد كتير مبيض زي ما قال الرب كتير ناس منتظرة يسمعوا الكلمة الأخبار السارة حد كده يعني يروح مع المسيح ويجمع الحصاد ويحصد الحصاد الأخير ويكون يحط إيده مع الرب كده على المحرات يقول له هيا أنا يا رب ارسلني عايز أكون واحد من الناس اللي بتشركهم معك في عمل جذب الكثيرين إليك يا رب لما قال الرب في آية 35 أنه يكون أربعة أشهر ثم يأتي الحصاد ها أنا أقول لكم ارفعوا أعينكم وانظروا الحصول إنها قد بيضت للحصاد ده كلام الرب كأنه بيقول لنا خلوا بالكم افتحوا عنيكم الحصاد مبيض يلا معايا نحصد الحصاد الأخير قبل ما يجي الرب يسوع ويملك وينتهي العالم وينزل قضاء الله ديننته على العالم تعالوا أنا وانتو نروح نحتمي في المسيح ونرتوم من ينبوعه وكل العلاقة الصحيحة مع الله في المسيح يسوع نضمن أبديتنا لإلهنا كل المجد للأبد آمين ربنا يبا لكم